أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أردجو في جنوب لبنان وضف حزب الله الطائرة المسيرة أصيبت قرب الخيام على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وقال مصدران أمنيان في لبنان أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية